قرآن كلام الله تعالى فهو أعلى كلام وأعظم بيان وأعلاه سورة البقرة فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء سناما وسنام القرآن سورة البقرة وهي بركة في البيوت وحفظ لأهلها من إغواء الشياطين ووساوسهم ففي الحديث لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة وهي تحصين من السحر وعلاج ورقية ففي الحديث وقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة أي السحرة وقد أودع الله تعالى في خواتيمها نورا وحفظا ووقايا فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه ومعنى كفتاه حفظتاه من الشر ووقتاه من المكروه وذلك لما فيهما من معاني الإيمان والإسلام والالتجاء إلى الله عز وجل والاستعانة به والتوكل عليه وطلب المغفرة والرحمة منه وفي سورة البقرة آية هي سيدة آي القرآن وأعظمها وهي آية الكرسي فعن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله ورسوله أعلم قال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال فضرب في صدري وقال والله ليهنك العلم أبا المندر أي ليكن العلم هنيئا لك يا أبا المندر وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم البقرة وآل عمران بالزهراوين وذلك لنورهما وهدايتهما وعظيم أجرهما وصح في الحديث أنهما يشفعان يوم القيامة لمن قرأهما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما ثرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما ترجمة نانسي قنقر